خطة هي الأكبر في تاريخ الشركة العامة للبترول التابعة للدولة المصرية الهدف منها تعظيم الاحتياطي وزيادة الانتاج اليومي من البترول هكذا كشفت الشركة عن تنفيذها والتي تستهدف بها الوصول إلى معدلات يومية للانتاج من حقولها تقدر بأكثر من 79 ألف برميل مكافأ يوميا من الزيت الخام والمكثفات والغاز وتعتمد الخطة على حفر 38 بئر استكشافية جديدة بالإضافة إلى إعادة تكملة 13 بئر أخرى في مناطق امتياز العامة للبترول وإصلاح 15 بئر في المناطق التي يتم العمل فيها مع شركات عالمية النهاردة لما يكون عند حوالي 38 بئر باستكشاف جديد في عام واحد وبكمل في 47 التانيين يعني أنت بتتكلم حضرتك في حوالي 85 بئر في السنة 85 بئر عشان يغطي البترول والغاز لا إحنا داخلين على قيمة انتاجية عظمى وكشفت الشركة إلى أن النصف الأول من العام المالي الحالي 2018-2019 شهد تسجيل أعلى معدل للإنتاج في تاريخ الشركة بواقع 6.6 ألف برميل مكافأ يوميا من حقولها بخلاف نصيبها من إنتاج الشركات المشاركة ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 4.9 ألف برميل زيت مكافئ يوميا وهو أعلى معدل يتحقق لأول مرة النتائج الإيجابية التي حققتها وزارة البترول من خلال الشركة المملكة لها في السنوات القليلة الماضية تؤكد التنامي المستمر في إنتاج البترول وسعي الشركة لإنتاج المزيد خلال الفترة القليلة المقبلة للنشرة الاقتصادية محمد عبد الحكم القاهرة